يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من جديد في هذا اليوم عبد الرحيم منار سليمي الأستاذ المحلل السياسي أهلا بك معنا أستاذ منار أهلا وسهلا إذن كيف تتابع الآن آخر تطورات هذه العمليات تنظيم داعش يتبنى الأحداث كما كان متوقعا ما هو رأيك أعتقد بأن تنظيم داعش تبنى العملية تقريبا منذ حوالي أربع ساعات من الآن بسرعة والتحول بمعنى أن التحليل اليوم هو يغير الشبكة الأمنية على مستوى التحليل من الصعب اليوم أن نقول بأن العملية تم إجراؤها والتخطيط لها في الرقة بسوريا أو فوق الأراضي العراقية الواضح اليوم من خلال هذه الضربة أو على الأقل المسافة الفاصلة ما بين ضربة باريس وضربة بروكسل حوالي أربعة أشهر تبين بأنه بات هناك داخل أوروبا ما يمكن أن نسميه بداعش أوروبا هذا التوصيف على اعتبار أن طريقة تنفيذ هذه الضربة وطريقة الاختراق الأمني ثم الذي يتصادف مع موسم العودة هناك أرقام تشير إلى عودة تقريبا مجموعة كبيرة من المقاتل الإرهابي الأجانب الأوروبي الذين كانوا في العراق وسوريا بالخصوص نفدوا هذه العملية أكثر من ذلك أن الذي يحلل مثلا ويعتقد بأن هذه الضربة هي عملية انتقام لصلاح أمسلام بعد اعتقال أربعة أيام في نظر هذا التحليل ضعيف لماذا؟ لأن الطريقة التي رتبت بها الضربة ويشبهها بضربة باريس مع بعض الاختلاف تبين بأنها أعدت بهدوء وأعدت بحذر بعينا عن أعيد الأمن إذن الوضع اليوم يجب أن يقتضي أن نتعامل بالتحليل مع خطر جديد يأتي من أوروبا وهو تنظيم داعش أوروبا الذي نبهت العديد من التقارير بأن ما يمكن أن نسميه بالبروفيلات أو الخلفيات للأشخاص الموجودين فيه هم أشخاص خطرين جدا مقارنة مع بعض الأشخاص الآخرين الذين كانوا فوق الأراضي العراقية والسورية هم أشخاص لهم قدرة على استعمال أدوات تكنولوجية على صنع المتفجرات على اختراق الأجهزة الأمنية كل هذه العملية تبين بأن المعركة الآن تنتقل تدريجيا من الشرق الأوسط نحو أوروبا ومن يتتبع كل الخطابات وبيانات تنظيم داعش هو هدد ومنذ تقريبا أزيد من سبعة أشهر بأنه سينقل المعركة إلى الأراضي الأوروبية ويضيف إلى هذا أن هناك اختلالات على مستوى التنصيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية هناك من يعتبر بأن الشبكة الأمنية على مستوى تبادل معلومات هي غير دقيقة غير مضبوطة معلومات تقول الآن بأن الأجهزة الاستخبارات البلجيكية وصلتها معلومات أمنية على أن هناك ضربة متوقعة ولكن هناك صعوبة في التحرك وصعوبة في عملية الاستباق بل لاحظنا هذا الصباح كيف أصبحت بروكسل مشلولة وأصبحت أجهزة الأمن لا تعرف هل ستستمر هذه الضربات التي جاءت متزامنة في شريط تقريبا يبدو بأنه متقارب بل أكثر من ذلك أنها ضربات في مجموعة من الاتجاهات أربكة رجال الأمن إذا اليوم في أوروبا هناك شريط ما بين بروكسل وما بين بلجيكا هناك حاضينات هذا هو الخطير حاضينات اجتماعية شعبية نتحدث عن مونيبيك حتى في شمال أوروبا هناك من يتحدث عن منطقة ليزيلبي في النورفيج ومسألة العودة هي تصعب من مهام الأوروبيين هذا وضع جديد أوروبا أصبحت ليست فقط أنها مستقبلة لهؤلاء ولكنها أصبحت يخطط فوق أراضيها ويتم التنفيذ انطلاقا من صنع كما قلت قنابل ومجموعة من الأشياء هناك معلومات تقول بأنه هناك استعملت في هذه الضربة بالإضافة إلى عملية انتحارية من طرف شخص حامل أو أشخاص حاملين لأحزمة ناسفة هناك حديث على قنابل هناك حديث على تبادل لإطلاق النار عبر تقريبا كلاشينكوف إذن تعدد على مستوى الفعل الإرهابي تعدد في استعمال الوسائل الذي يبين بأن هناك تخطيط ولكن مسألة أخرى خطيرة وهي ما يمكن أن نسميه بتفريخ القادة بمعنى أن هذا التنظيم في أوروبا هو يقوم بعملية تفريخ القادة مات عبد الحميد أبا عود ألقي القبض على صلاح عبد السلام ولكن اليوم مثلا اسم جديد يارة ردد قد يكون بأنه خطط لهذه العملية وهو ناجم العشراوي الذي يلقب بسوفيان كيال إذن هناك جيل جديد والخطير أنه مغمور ليس هناك معلومات كثيرة حوله إذن طيب الإدانات من العواصم العالمية متواصلة البنتاجون سرح أنه سيواصل الحرب ضد داعش هل المعركة ستنتقل من الشرق الأوسط إلى قلب أوروبا الآن ضد داعش اليوم يمكن أن نقول من خلال تحليل الخارطة الأمنية لهذا مصدر يمكن أن نقول مصدر الدعم لهذه التنظيمات نتحدث عن الرقة نتحدث عن الموصل وننسى بأن هناك سيرت ولكن انتقلت المعركة بمعنى أنها تنتقل نحو أوروبا نبهت العديد من التقارير أنه ضمن اللاجئين استسرب العديد من الإرهابيين وعملية باريس كانت فيها مؤشرات على هذا التسرب أكثر من ذلك الممرات مع تركيا لازالت غير مراقبة مما فيه الكفاية والخطير هو عودة مجموعة من الأشخاص عائمة عن طريق جوازات سفر مزورة أخذت من الأراضي السورية ثم عودت أشخاص مغمورين بمعنى أنهم غير مسجلين أملية لدى الأجهزة الأوروبية كل هذا يصعد من المتاعب أوروبا وخاصة فرنسا مثلا اتخذت مجموعة من الإجراءات مع بلجيكا فرنسا مثلا نشرت مجموعة من الإجراءات التي طبقتها تنطلق من مراقبة السجون إلى مراقبة الحدود ولكن رغم ذلك يبدو بأن سيستمر هناك عملية الاختراق على اعتبار أن الطريقة الأمنية التقليدية غير مفيدة في محاربة هذا النوع من التنظيمات الأمر لا يتعلق بدئاب منفردة فقط ولكن يتعلق بما يمكن أن نسميه بتنظيمات هي تشتغل مثل ما يمكن أن نسميه بتنظيمات العنقودية هناك تنظيم ينفذ وتنظيمات هي مساندة قد تكون موجودة فوق الأراضي البلجيكية قريبة من مركز العمليات وقد تكون موجودة فوق الأراضي الفرنسية أو في منطقة أخرى من أوروبا طيب لا شك أن هذه الأحداث لها تداعيات على المستوى الأمني أيضا على المستوى الاقتصادي ستكون لها تداعيات عقب الأحداث هناك انخفاض في أسعار النفط كذلك هناك إغلاق وشلل تام في بروكسيل سيكون هناك إغلاق أيضا وتأثر للرحلات الجوية ما هي هذه التأثيرات الاقتصادية عقب الأحداث؟ تنظيم داعش في اختلافه على تنظيم القاعدة مع ملاحظة أنه اليوم مثلا في أوروبا بمعنى كل بقايا القاعدة انضمت إلى تنظيم داعش أتحدث عن مجموعة من القاتلين تنظيم داعش كانت له هذا النوع من الستراتيجية الإرهابية المرتبطة بضرب الاقتصاد فبالنسبة لدول أقول بأنها دول متوسطة القوة أو دول ضعيفة فإنه يضرب الاقتصاد بمعنى أنه يحاول أن يجعل الدولة بأنها دولة فاشلة وهذه العملية مثلا تتكرر مع تونس تكررت مع دول أخرى ولكن بالنسبة للدول الأوروبية يعرف بأنها قوية اقتصادية هو يضرب المناطق الحيوية مثلا لما يتم إغلاق مطار فيمكن أن نقول بأن هناك خسارة كبرى بملايين دولارات أيضا لا ننسى بأن بروكسل هي محطة أو موقع الالتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت الحلف الأطلسي وإغلاق مثلا بروكسل بهذا الشكل فهو فيه خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى أوروبا إذن هذا التفكير هو موجود ويبدو بأن التنظيم ولا يختار بعض المساحات العشوائية التي ينفذ فيها الضربات ولكن ينفذ ضربات في مناطق حيوية مثل مثلا قضية المطارات وفي دول أخرى هو يبحث بمعنى هناك اختلاف مثلا في دول أخرى ويبحث عن مساحات مثلا عن مساحات جغرافية الامتداد فيها مثلا أعطي مثال هنا بما وقع في تونس ولكن بالنسبة لأوروبا ودول أخرى فهو يضرب المرافق الاقتصادية الحيوية وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي لأن الضربات الإرهابية لها علاقة بمؤشرات الاقتصاد العالمي هذا واضح منذ ميلاد هذا التنظيم الذي خرج من صلب القاعدة تنظيم داعش نعم الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي كنت معنا مباشرة من رباط عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك